دائماً بنحاول نسلط الضعب بما يخص الفقرة الطبية عن أمراض يمكن أكثر شيوعاً عم نحسها أو عم نشوفها ضمن المجتمع ومنها نقص التروية القلبية نقص التروية القلبية أداش ممكن يأثر على القلب على حركة الشخص على أسلوب حياته هل يعد نقص التروية القلبية مضرد خطير أم ممكن تأقلم معه من خلال العلاج والاستشارة الطبية كلها الأبو رح نحكي عنا مع الدكتور أحمد العايد اختصاصي في أمراض القلب والقسطرة القلبية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم وشكراً لكم صباح الخير دكتور أحمد يعني خلينا بداية نعرف الناس شو من مقصود بنقص التروية القلبية وأبرز يمكن المؤشرات اللي بتأدي لهذه المشكلة نقص التروية القلبية أول شي اللي نقول شو هو القلب القلب هو عبارة عن عضلة وظيفتها ضخ الدم هو القلب مضخة مضخة للدم عضلة تقوم بالانقباض لتأمين ضخ الدم لكل أعضاء الجسم لكن هي العضلة نفسها هاي بدها تروية بالدم أيضاً فبتجي شرايين من سميها الشرايين الإكليلية بتجي للعضلة القلبية وتعطيها دم إصابة هذه الشرايين شرايين القلب الإكليلية بالتضيق هذا اللي منعبر عنه بنقص التروية القلبية طبعاً هذا شو معناته أنه الدم اللازم والكافي لعمل عضلة القلب ما عم يوصل للقلب بشكل الصحيح والوقت الصحيح أو الكافي طب خلينا نحكي عن أسباب نقص التروية القلبية هذه التضيقات بالشرايين تنتج عن عوامل مختلفة اسمها عوامل الخطورة منها السكر منها ارتفاع الكوليسترول وشحوم الدم ارتفاع الضغط الشرياني منها التدخين سواء كان الدخان سيجارة أو أرقيلة منها زيادة الوزن قلة الحركة كلها هي اسمها عوامل خطورة طبعاً في عوامل أيضاً هي عوامل ويراسية ما له يد فيها هالمرض ممكن يكتر بعائلات أكتر من عائلات تلاقيه بصير عند الجد عند الأب عند الإبن وممكن يكون باكر وممكن يكون متأخر هلأ منقول باكر إذا كان بدأ قبل الخمسة واربعين سنة أما بعد هيك فيكون عادي هذا المرض طيب دكتور أحمد خلينا نحكي شوي اليوم أنا كيف بعرف أنه هاي المشكلة هي من هذا السبب هل فيه أعراض معينة تختلف أم لا نحنا بشكل عام لازم اللي عنده هي عوامل خطورة اللي حضرتك ذكرتها لازم بشكل دوري يفحص لحتى يتطمن على حالة أكيد هو الحيئة اللي عنده هيك عوامل خطورة الفحص الدوري هو الطريقة الأفضل لكشف المرض كل قدية لازم يعمل تقريبا حسب نوع المرض يعني مريض السكر غير مريض الضغط غير مريض ارتفاع الكوليسترول والشحوم كل حالة إلى تفصيل الحيئة هلأ كأعراض الحيئة عراض نقص التروية العراض الرئيسي هو الألم الصدري الألم الصدري بيجي مع أنه هو مو ألم صارخ أو حاد عادة بيجي بشكل غصة أو عصة بسمره بسموها أو لا النغزة مو ألم قلبي الحقيقة غالبا هي ألم عصبي للنغزة الألم الناخذ غالبا غير قلبي الألم القلبي هو ألم ضاغط عاصر ممكن يكون حستئل على الصدر بيرافقوا عادة غسيان ممكن أو إقياء أو خدر أو تنميل باليد بيجي جهدي عادة بنقص التروية اللي بنسميه نقص التروية العادي المستقر بيجي على الجهد لمسافة معينة بيمشي المريض مثلا 200 متر 300 متر بيجي الألم بيوقف شوي بيروح الألم بيرد بيكفي المشي كمان بعد مسافة معينة ممكن يرجع له الألم هذا بصير أكتر وضوحا على صعود الدراجة يعني بيطلع طابق أول أو تاني مثلا حسب هو شعتاد المريض لا تظهر الأعراض عنده فهو الألم القلبي ألم جهدي عادة عادة إلا بحالات قليلة ممكن يجي على الراحة الألم الناخذ اللي بيجي بشكل نغزي بتروحه بتيجي بسرعة غالبا هذا ألم عصبي عضلي أو من سميم من جدار الصدر أو هيكل الصدر اللي هو الجهاز العظمي للأضلاع العصاب العضلات هاي ممكن تعمل هيك ألم ألم القلب بيختلف شوي عنها طيب دكتور يعني ذكرت عوامل الخطورة بما يخص نقص التروية القلبية ودائما الموضوع اللي ما يكون مرتبط بالقلب دائما فيه خوف يعني مرتبط بالحياة أو الموت نوعا ما لأنه بنعرف القلب هو مسؤول يعني الأساسي على حياة الشخص بس لما نقول من أهم عوامل الخطورة هي السكري والضغط وفيه نسبة عالية بالمجتمع اليوم تصاب بمرض السكري والضغط حتى الشباب للأسف دخليني نحكي شو هي يمكن المحزورات إذا بدنا نحكي أهم الأقصص اللي لازم ننتبه عليها إذا كان عندنا نقص تروية قلبية مرض سكري أو ضغط الحقيقة مرض السكري مثل ما تفضلتي بالضغط منتشر بشكل كتير كبير بيقولوا أكتر من تلت السكان عندهم إضغط أو سكر صحيح حتى إذا بدنا ندخل بشيء اللي اسمه ما قبل السكري شو هي ما قبل السكري؟ هي لما تكون الأرقام أرقام السكر ما بين الطبيعي للعتبة اللي منشخص فيها مرض السكر فمسلا إذا قلنا عن ريئ هو 126 السكر هو العتبة اللي بعدها منقول أنه فيه ارتفاع طيب ما بين المية للـ 126 هاي حالة اسمه ما قبل السكري الحقيقة تبين أنه هاي حالة مهمة جدا لو ما كان اسمه مريض سكري ما قبل السكري مهم جدا مثل المرض بحد ذاته هو تماما وبيشكل خطورة قلبية ويعائية ولما نعمل نخل للسكان الحقيقة بيسموها نخل أو فحص عام منكتشف أنه التلت السكان عندهم هاي الحالة التلت تماما تلت البالغين عندهم هالحالة اللي هي مو مرض صريح كامل لكن هي بداية المرض وهي حالة مهمة جدا من ناحية القلبية لأنه ممكن تعمل خطورة قلبية ويعائية ممكن تعمل تضيقات بالشرائين المختلفة وخاصة بشرائين القلب وبيدخل مريضنا بالشيء اللي منسميه نقص تروية الموضوع طبعا اللي هو نقص التروية القلبية اللي بيأدي لجهور هالأعراض وبيعيق المريض عن عمله الحقيقة بصير لأنه هو جهدي الأعراض القلبية جهدية فهو المريض ما بيعود بقى يقدر يقوم بعمله ويقوم بنشاطاته المختلفة ممكن توصل لمراحل كتير متقدمة حتى داخل المنزل داخل البيت ممكن حس أنه في صعوبة بالحركة أو العمل أو التنقل من مكان لآخر هاي المراحل شوي متقدمة لأنه هو نقص التروية القلبية إذا ما تعالج بده يؤدي حكما وحتما لدخول المريض المحاذير الأساسي هو أنه ما ندخل بقصور قلب مثل ما أنها هي عضلة عند ضخ الدم هي بحاجة للدم حتى ما نصير بحاجة لإجراءات بعدها ممكن توصل للجراحة ببعض جراحة أو قسطرة توسيع شرايين بالبالون والشبكات فهذا أمر متاح طبعا يعني هذا يعني هو الحل المثالي الحقيقة أكيد دكتور غالبا يعني أغلب المرضى مثل ما حضرتك حكيت وعادة هاي المشاكل اللي بتبدأ مع الأشخاص يمكن منشوفه عن كبار سن أقل شوية من الشباب ونمط الحياة صار يأثر فصرنا نشوفه عند ناس أقل سنة اللي هو اللي بيأكلوا كتير كذا هاي المشاكل عم تظهر عندهم اليوم أنا قدمهم للأشخاص اللي هنين ما قبل ما ينصابوا بالسكري أو حتى المصابين بالسكري والشباب اللي بيعانوا من صحة شوي أو ارتفاع كوليستيرول ممكن هو يكون بيساهم بهذا الموضوع بنمط الحياة لحتى يساهموا بأنه ما ينصابوا بنقص التروية القلبية الحقيقة مثل ما قالنا عوامل خطورة في ثلاث عوامل خطورة أساسية هي علاجها الحمية والحركة ارتفاع السكر أو داء السكري ارتفاع الكوليستيرول الشحوم ارتفاع الضغط ثلاث عوامل أساسية هي نصيحة بكلمتين نختصرون أنه كل أقل وتحرك أكثر الفكرة هي مو بس كمية الأكل نوعية الأكل أهم التركيز بأكلنا على الكربوهيدرات المواد النشوية الخبز وأشباهه مثلا والتقليل من الخضار مثلا هاي مشكلة كتير كبيرة الحقيقة هاي الحجر الأساس بالحمية الحالية حتى كنا نقول مقدار معين 40% أو 50% كربوهيدرات هلأ الأكل مال عم تنقص هاي الكمية صحيا دراسات الحديثة عم تثبت أنه كل ما أللنا من الكربوهيدرات بيكون أفضل بكتير فهو الكمية مهمة صحيح لكن الأهم هو النوعية نوعية فالسكريات النشويات بشكل عام كلها ياتها الدهون يجب تخفيفها بالمقابل إكسار من الخضار قليل من الفاكهة أيضا الحبوب الكاملة الأجبال الألبان ما في مشكلة منها يعني هالأشياء هاي هي الصحية لكن مو بس موضوع الأكل مثل ما قلنا موضوع الرياضة المشكلة الحركة الحياة 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 منسميه طبيا منسميه تعديل نمط الحياة يعرفون زملائنا أنه دائما الخط الأول بالعلاج تعديل نمط الحياة تعديل كيف سلوكه الإنسان قدي بيمشي باليوم قديش بياكل باليوم النوم مثلا هلأ كل الدراسات والإبحاث الحديثة عم تشير لدور النوم فاضطرابات النوم تأدي لارتفاع السكر تأدي لارتفاع الضغط تأدي لتسرع القلب تأدي لظهور اضطرابات نظم وكلها بالنهاية بدخل المريض بمشكلة القلبية فنوعية النوم كمية النوم ومدته وتوقيته يعني نوم النهار لا يغني أبداً صحيح عن نوم الليل الحقيق طيب دكتور يعني ذكرت بداية حديثك كمان عن المجهود اللي بيقوم في الشخص ممكن يكون في مهن يمكن ما بيصير الشخص مصاب بالسكر أو مهيئة فعلياً ليكون عنده نقص تروية قلبية ما بيصير يمتهنى يعني ما بيصير يبزو المجهود كتير كبير الحقيقة سؤال مهم كتير لأنه بدي بس نوه لفكرة نحن ربطنا الألم القلبي بالجهد مو هو الجهد اللي بيعمل مرض القلب هو يظهر مرض القلب فهلأ الإنسان اللي ما عنده مرض بقلبه فما في مشكلة أبداً من قيامه بأي عمل بأي جهد بالعكس مثل ما إلنا الرياضة مفيدة طبعاً فما في مشكلة هي من هالناحي مريض السكر مريض الضغط مريض ارتفاع الكوليسترول والشحوم مثلاً هاي علاج أساسي هو الرياضة لكن هي لما تصير المشكلة لما تصير نقص تروية قلبية تصير تضيق شراهين الرياضة أو الجهد بشكل عام يصير يظهر الأعراض يصير يظهر أعراض القلب اللي هي موجودة تضيق موجود داخل الشراهين لكن أثناء الراحة مثلاً سرعة القلب بالستين أو سبعين فما رح يظهر الأعراض صحيح أثناء الجهد بتصير مية مية وعشر مية وعشين ممكن أكتر وقتها بتظهر الأعراض الصريحة ممكن حتى الفحص أثناء راح يكون طبيعي فمنتجأ إلى شيء اسمه اختبار جهد منعرض مريضنا للجهد وأثناء قيامه بالجهد منخطط له القلب منراقب له القلب لحظة بلحظة فوجود مشكلة بيظهر أثناء الجهد فإذا قلنا اختبار جهد إيجابي معناها في مرض طلع في مرض أثبت الاختبار جهد أنه في تضيق بشرايين القلب مثلا هذا أكيد بنا نبعته مباشرة للقسطرة القلبية واحتمال نعمله توسيع شرايين بالبالون والشبكات طيب دكتور يعني هلأ حاليا صرنا عم نشوف يعني جزء من النمط الحياة الجديد اللي هي الشغلات الإلكترونية اللي موجودة كان عن موبايل أو على الساعات اللي بتقيس عدد دقات القلبة بتقيس الأكسجة بتقيسه بتعطي أرقام شوي يعني شبه دقيقة ما رح قول دقيقة مية بالمية مثل العيادة عند حضرتك خلينا نقول اليوم هل في معدل طبيعي أنا ممكن نشوفه مثلا نقول لا هاي المؤشر معنات وأنا لازم راجع طبيب دقات القلب عالية هذا المجهودين مثلا واحد مشي بقدر أخذ شو الوضعية اللي بقدر إيس فيه وقول لا هذا صح وهذا غلق حسب شدة المجهود إنسان عم يمشي براحته على ميت مهلو ما رح يتسرى قلبه ما لازم يتسرى قلبه لكن لما بيكون فيه سرعة أكتر أو فيه جهد أكبر أو فيه ماشي بمنحدر للأعلى مثلا بطريق صعود مثلا أو طلع الدراج بده يتسرى على القلب أكيد على فكرة هذا يعني باختبار الجهد نحن نحطه على تريدميل بيبلش بشكل مستقيم أو أفقي بعدين بيصير يرتفع شوية شوية مشان يزيد الجهد وتسرى على القلب تبعا لهالجهد فهي الديفايس أو الأدوات هاي كلها اللي بيستخدموها الناس لمراقبة النبض هو كيف تعطينا مؤشر وسطيا هو بالسبعينات نبض القلب سبعين ضربة بالدقيقة بوضعية الراحة لكل الأشخاص؟ لكل الناس هذا وسطيا كلما كان أصغر عمرا عند الأطفال عند الولدان الموليد الجدد بيكون أعلى النبض عند الكبار شوي بميل للبطء أكتر مثلا هذا الوسطي عمقول كلمة وسطي يعني من كذا إلى كذا هلأ هو القيمة الدقيقة لنبض القلب من 60% لكن هو الوسطيا حوالي 70% بيكون حالي الوسطية أثناء الجهد طبعا بده يعلى وهذا الشيء طبيعي يعلى وهو لازم يعلى على فكرة يعني هلأ أثناء الجهد هلأ إذا فيه جهاز عم يتمرن عليه الإنسان فيه سنسور بيحطه مشان يشوف النبض طبعا قدي صار ليه شوف فائدته لأنه إذا ما زاد النبض معناته ما أعمل الرياضة المطلوبة يعني إذا ما طالع على الجهاز وبسرعة كتير منخفضة أو بسيطة وسرعة قلبه 70% بلل 70% أو صارت بس 80% ما عطى ما صار شي لسا ما عملنا شي فلازم زيد جهده لحتى يسرع قلبه بس قديش يسرع قلبه هون بقى كل عمر كل مريض كل هذا إلو مواصفات معينة أو طريقة معينة لهالموضوع هادي هلأ نحنا إجمالا منقول 220 ناقص العمر يعني مثلا 40 مسموح لل180 أثناء جهد الأقصى مثلا لعمره 60 أقل 220 ناقص هذا الحد الأعلى مناخد منه 85% من شاء ما ندخل الناس بمعادلات شوية رياضية هاي منحسبها نحنا آليا لا لا أنه أحيانا نسمعنا عن حالات مثلا رياضيين أكيد فقدوا حياتهم بسبب بزل الجهد المضاعف يعني صار معانا اكتشاء قلبه وصار حالة وفاة فورية بسبب المجهود المضاعف واللي منه معيار أساسي بس كمان في زملاء كانوا بنفس اللعبة وما صابوا شي المشكلة وين بتكون أما وجود مرض كامن عند هذا الإنسان غير واضح غير مشخص ومو عمل فحوصاته أو الحالة التانية اللي هي أخطر تناول المريض للمنشطات أو الهرمونات أو هالأشياء هاي حالة أخطر هاي اللي بنشوفها كتير عند الرياضيين وهي اللي بتأدي للمشاكل الأمراض الكاملة ممكن تكون موجودة قد تكون خلقية وماحس عليها الإنسان فأثناء الجهد العالي مثلا أثناء الرياضات التنافسية أكتر شيء بكرة القدم مثلا رياضات تنافسية شديدة مطلوب منه سرعة عالية جدا جدا بوقت كتير قصير في الرياضات نفسية صحية في الرياضة نفسية ذهنية وكل شيء هاي رياضات تنافسية ذات خطورة عالية مثل مثلا ضخامة العضلة القلبية اعتلال العضلة القلبية ضخامي ساد هذا بيولدوا معه المرض وممكن ما يتشخص إلا على كبير هدلنا أمراض الخلقية الصامتة أي طبعا ممكن يكون صامت ممكن ما يكون له أعراض أبدا شجوزات منشأ الشرايين الإكليلية يعني شرايين اللي بنحكي عنها اللي بتعمل نقص تروية زا ديئات ممكن يكون فيه شجوزات خلقية ويا ما نكون عم نعمل قسطرة قلبية لمريض تتفاجأ أو فيها عمره أربعين أو خمسين سنة منتفاجأ أن الشرايين ذات منشأ شاز يعني مو طبيعية بتموضوعة بأماكن وجودة خلقيا هذا الأمر ممكن ما يعطي أعراض إلا على كبر أو بمرحلة معينة ممكن الشرايين الإكليلية تمر بشكل شاز بين شريانين كبار هو الأبهر والريئوي وأثناء الجهد العالي ينضغط بقوة ويسكر ويصير توقف قلب عند المريض في أسباب كثيرة الحقيقة هو الرياضيين نحن مع الرياضة أكيد ونشجع الرياضة لكن أيضا منطالبهم بالكشف الدوري وبمراقبة القلب عندهم لحتى نضمن سلامتهم ويظلوا يمارسوا الرياضة لأن رياضة حياة بالأساس دكتور قبل ما نختم شو أبرز العلاجات اللي عم بيتم تناولها لحل هاي المشكلة إضافة حكينا نحن عن نمط الصحي والأمور اللي بيقدر يعملها المريض من نفسه ولازم يعملها بشكل عام الحقيقة هلأ يعني التطور اللي صار حول العالم كله هو بالقسطرة القلبية والتداخلات عن طريق القسطرة القسطرة هي عبارة عن دخول بإبرة مجرد إبرة للشريان سواء الكعبري أو الفخزي الكعبري له مواد والفخزي له مواد والخاصة فيه مندخل لشرعين القلب منصوره ومنشوف إذا فيه تضيق أو لا بتخدير موضع موعة مريض صحيان وإذا كان فيه تضيق عن طريق نفس القسطرة وبنفس الإسلوب ممكن نوسع الشرعين بالبالون والشبكات وبيرجع تدفق الدم طبيعي ضمن شرعين القلب هذا الحل الجزري خلييني أقول أو المثالي بس والالتزام مع النصائح يمكن والمحاذير بيقوم فيه طبيب الاطلاع على المريض يعني هيدا قطة كثير مهمة لأنه أحيانا بسمع حدا رجع عمل قسطرة مرة واثنين وثلاثة لأنه يمكن ما فيه التزام ما فيه التزام بيعمل عملية قلب مفتوح أحيانا بظن حاله رجع طبيعي فبيرجع بيدخن أو بيهمل السكر بيهمل الضغط بيهمل حمية بيرجع يصاب من أول وجديد هذا الكلام التوصيات العامة خلينا نقول يعني مثلا الحمية المزبوطة الأكل الصحي اللي حكينا عنه قبلي شوي مثلا الحركة الرياضة بس ما بدأ تكون شغلة إننا مشكلتنا منقول للناس اللعبوا رياضة بيسجلوا بالجام شهر شهرين وبعدين بينسوا الموضوع الحقيقة هي لايف ستايل نمط حياة إذا ما كان نمط الحياة تتعدل ما منستفيد من شهر أو شهرين فهي شغلة مهمة جدا طبعا جسد يتعود على الشيء ونسحبه منه وكثير مهم موضوع إيقاف التدخين سواء الكثير أو الأليل حتى السلبي يركزوا هلا على التدخين السلبي بالأسف يعني فيه زدياد دائما بنحكي عن أهمية أنه اليوم ترك التدخين وقدش إله أثار سلبية ويمكن هو المسبب الرئيسي لجميع أمراض القلب ومع ذلك عم نشوف أعمار صغيرة من جشرة أمام الأهالي شيء مؤسف جدا الحقيقة للأسف صبايا للسماء تموا العشرين يعني الأرقيلة يوميا وممكن عدة مرات الحقيقة كتير خطر وعم نشوف حالات عند الشباب ناتج عن هذا الموضوع تضيقات بالشرائين الكليلية المروية لعضرة القلب ونحط لهم شبكات تخيلوا بعمر العشرين مثلا أو 18 أو شيء غريب جدا سابقا ما كنا نشوف الأمراض إلا عند واحد عمره 60 أو 70 سنة هلأ بالعشرينات أو 30 نات عم نشوفها إضافة للملوثات الموجودة اللي هي عم تساهم بالضبط هي المشكلة بيربطة الدخان بالتوتر بس الحقيقة إذا توتر رح يدخن وإذا انبسط رح يدخن فهو الحقيقة يعني ما العلاقة الموضوع يعني أنه هو لأنه أنا متوتر بدي دخن وإذا انبسطت رح يدخن هي عادة وليس فهي عادة فلازم الحقيقة نكون حريصين على تركها ومثل ما قالنا حتى التدخين السلبي وهي يعني كاترانة كتير هي بيكون فرد أو اتنين بالعائلة بيجتمعوا يعني خمسة ستة الكل صار اسمه مدخن طبعا إذا كان يومي هذا الأمر مو قضية صدفة مثلا صحيح بس إذا كان بشكل يومي بالبيت أو بمكان عمل فالتدخين السلبي هو نفس الأزام ونفس الضرر للتدخين الإيجابي أكيد أكيد بالختام ننتشكرك الدكتور أحمد العاية دائما معك معلومات جديدة ومفيدة طبية خاصة بأمراض القلب والقسطرة القلبية شكرا كتير إلك شكرا إلك شكرا إلك دكتور لك لنصاح تقدمنا إياها بالعافة شكرا إلك الله يعطيكم العافة